السلام عليكم وإزايكم أخباركم إيه يا ربكم وألف خير النهارد إحنا في فيديو جديد مع بعض وفيديو النهارده برضو أفكار وحيل أتمنى إن شاء الله أنه يتعجبكم وطبعا قبل منكمل الفيديو مع بعض باشكر كل الناس اللي عجبها الفيديو بتاعتين بارح بتاعت الأفكار والحيل واكتبولي في التعليقات تحت أي واستمر في الأفكار والحيل النهارده باشايد زي ما إحنا شايفين كده مجموعة أفكار وحيل هتعجبك جدا 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 بس سبع قبل ما نكمل الفيديو ما لنساش سبعا نحط اللايك وزي ما احنا شايفين كده دي الكيس ده تحافظ الخضار في التلاجة ما شاء الله قد ايه حلوة وجميلة وشايفين هنا برضو بتحفظ بقى اللي هي الخضرة آآ ازاي البقدونس والكسبرة وكده حطيتها في علب اللي هي بتاعت آآ التلج وحطت عليها في حاجات بتحط عليها زيت وفي حاجات بتحط عليها عصير لمون شايفين بقى الشكل بتاعة عامل ازاي بتقول بطلع كل كيس حسب الاستخدام يعني الزيت حسب اللواء الطبيق والعصير حسب مسلا الصلاة او كده وهنا برضو بتقول ممكن اعمل بيه ي ل对 الحاجة السقعة لو النعناع بال اآ باللمون زي ما احنا شايفين كده وهنا برضو دي اكياس للتلاجة شايفين طبعا بقى ده 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 المنزر اللي بيكون عندنا في كل البيوت انما المنزر الحلو بقى الصح هي الا كياس الحلوة دي جدا للبهارات حط احفظ فيها البهارات كده في التلاجة بالمنظر الحلو ده كذا يا ما احنا شايفين بدأ اللي كياس بقى اللي بتبهدر التلاجة زي ما احنا شايفين كده طبعا برضو بقول كل ناس اللي ما اشتركتش في القناة تروح تشترك عندي في القناة واتفعل زر الجرس عشان يوصلها كل جديد انا بنزله وبشكر كل الناس ما قلت لكم اشتركت عندي جديد وطبعا اتمنى الفيديو بتاع نهاردة كمان يعجبكم لو عجبكم كمان فيديو اكتبوا لي تحت كمان في التعليقات زي ما احنا شايفين برضو هنا كده الاكياس دي عجبتني جدا 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 يعني ممكن الواحد يعمل اكياس مسلا النسكافيه باللبن لو اه النسكافيه المتالج او الكاكاو باللبن او او يعني اللي هي كوكاكولا في حاجات كده افكار كتير حلوة جدا بالاكياس اللي هي عميتها دلوقتي هنا طبعا برضو بدأت تحط بقى ايه في الشوية الشوية دي حلوة جدا دي شوية بالكهرباء بس قد ايه حلوة جدا شايفين ما شاء الله يعني في الثواني كانت عاملة طبق اللي هو الخضار باللحمة هنا برضو بقى هرست الموز كده زي ما احنا شايفين هرست الموز بالطريقة دي وحطها معاه بسكوب بقى بسكوب بقى وشوكولاتة وحاجات كده معينة وعملتها كده في الفريزر وفي الاخر بتقدمها كأنها بالزبط هي ده طبعا موز بالبسكوت بس يعني عاملها بحاجات حلوة كده مختلفة جدا قد ايه حلوة بالذات بقى الحاجات دي طبعا بتبقى مغرية جدا للاطفال الاطفال بتحب الحاجات اللي هي الجميلة دي وكمان كلها قيمة غزائية عالية جدا يعني فيها موز فيها فاكهة هو فيها كمان ممكن تحط لها لبن يعني حسب ما تحبي هنا بقى الرول الخطير التحفة ده الرول طبعا ده بيلزق زي ما احنا شايفين كده وده كمان ضد الميا وضد النار ضد الميا وضد النار ضد الحشرات يعني بصوا بقى ضد التاع كل حاجة يعني حلوة قد ايه وهنا برضو بقى المساحة دي عجبتني جدا جدا قال ايه زي الشرشوبة كده بس بجد قد ايه حلوة بتتنى معاكي مع انها مدورة بس شايفين بقى بتلف معاكي بكل الزوايا زي هنا بقى الفكرة دي برضو عجبتني سياحت هنا النوتيلة وحطت معاها المكسرات وهتقطعها دلوقتي كده زي ما احنا شايفين مع بعض هتجمدها في التلاجة واتطلعها الوقتي كده زي قالي بشكراتة كبير وهتبدأ ان هي تقطعها اربع تربع كده وتقدر تقدميها بالشكل ده حلوة جدا هنا برضو عملت هنا كده زي ده زي جيلي وحطت معاك كده اولي بسكوت صغير او كيك صغير حسب ما تحبي ومن فوق كده كمان زي مهلبية شايفين بقى عملت ازاي معانا من تحت الجيلي طبعا بقى ممكن تحطي جيلي فراولة جيلي مانجا جيلي برتقان زي ما تحبي طبعا دلوقتي فيه جيلي بكل الوانه واحجامه ومن تحت مهلبية وفي النص مثلا طبقة البسكوت او زي ما تحبي شايفين قد ايه فكرة حلوة جدا 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 عجبتني جدا وشكلها قد ايه تحفة هنا برضو الورق ده برضو ضد المية وضد النار زي ما احنا شايفين وورق بجميع اشكاله والوانه هي بتقول ده بيحفظ طبعا شايفين برضو قدرت تخسره وتحطه تاني وعطل الرخامة عندها شكل حلو جدا هنا برضو في الحمام اجت ان هي تستخدمه كلا بالشكل ده حلو قوي هنا برضو وهنا برضو في المطبخ حوالين البتجازات بقى بالزات البتجازة طبعا ده بيكون داخل فرخامة المطبخ فطبعا بيكون في فاطل تقدر تستخدميه كده عجبتني هنا جدا بقى دي بتخسل بها الشفوات عارفين طبعا بقى البتجاز اللي هو بيكون فوق الشفوات المعلق ده بقى كده شايفين بقى غسلته ازاي غسلته كده بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين وشايفين في ثانية كانت البتاع الدهون كلها باشت منها ونزلت على طول كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده قد ايه الفكرة دي حلوة جدا 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 هنا بقى الاستندات اللي بتكون على الحط في المطبخ دي شايفين بقى حجمها حلوة جدا وكمان تقدر يتحط عليها حاجات كتير وتفيدك جدا في المطبخ وهنا برضو بقى محب جدا وبقى شاكولي الادراج اللي بتكون منظمة بالشكل ده اللي بتقدر يتحط فيها فوق بقى والمعالق والشوك بالشكل ده انا بحبي جدا الادراج الكبيرة اللي بيكون في المطبخ وهنا برضي ادراج كده للبهارات في المطبخ وقد ايه حلوة بجميلة هنا طبعا بقى شايفين الدرج متبهدل قد ايه ومش منظمة بثانية بقى بالمنظم بتاعي الادراج هنشوف دلوقتي الشكل العام بقى عامل ازاي التحفة بجد طبعا تعملي الشكل ده مش في الادراج بتاعت المطبخ بس بالعكس في كزا درجة عندك في البيت شايفين بقى المنظمات البسيطة دي كلها هتنظم الدرجة في ثانية وهتشوفه يعني اختلاف جامد جدا من قبل وبعد طبعا هكولنا شايفين الاول الشكل كان عامل ازاي ودلوقتي بقى شايفين ممكن بقى ده في درج المكتب كده يعني الشكل طبعا بقى احسن من الاول بكتير طبعا الشكل يعني تحفة بالنسبة للاول هنا برضو بقى اللي السندات دي بتلزق كده في الحيطة بنقدر بقى نحط فيها اه حوامل برضو تشيل معانا بهارات يعني ناس بقى اللي ما طبخها دايقة يا جماعة هنا الحل النهاردة في الحاجات دي كلها الحاجات دي كلها بتوفر لك مساحة مهما ان كان مطبخ جدايق او صغير يعني ما فيش يأس بعد النهاردة طبعا الحاجات دي كلها الوقت بقيت متوفرة في كل اماكن المستلزمات المطابخ البلاستيكات الحاجات دي كلها موجود فيها كل المنظمات دي هنا برضو بقى شايفين المنظم ده حلو جدا المنظم ده ممكن تحطيه في الدولاب عندك بالذات لهدوم الاطفال الصغيرة هي هنا جايبة المنظم ده وحتى فيه فوات المطبخ بالشكل ده كده بدأ طبعا يعني بتقول فوتة فوتة قدبينة قدام عيني بدأ متحطيهم كمان فوق بعضهم بتبقاش عارفة دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه هنا بقى شايفين المنظم قد ايه حلو يعني ما شاء الله عرضه يعني بتقول بمساحة درج واخد الفوات الصغيرة بتاعت المطبخ معايا وحلو جدا انا بقولوك بقى ده بالنسبة برضو في الدولاب لهدوم الاطفال فطبعا كل ادراجنا في البيت مرانين طبعا الكومودينو والدولاب الحاجات دي كلها هدوم الاطفال بالذات طبعا متعافيش تعمل الهرم اللي فوق بقى بقى كده بيقع في ثانية فالمنظمات دي تبقى حلوة جدا في هدوم الاطفال عجبتني جدا برضو ايه هنا بتورينا كمان الادراج من بره شكلها عامل ازاي دخلنا هنا بقى عالتنظيم بقى بتاع الاطراك عامتا في شرب الشاي ويعني شايفين بس الكوبايات اللي شكلها يفتح النفس يعني دي مش كوبايات شاي يا جماعة خالص يعني ده بالشاي عادي كنا من بتاعنا كاغر ليش رو كوبايات شاي من دي بقى ايه يتكيف تكيفة العمر يعني بمعنى اصح مفيش بعد كده هي الكوباية لوحدها بس بتتكلم عن نفسها لسه هنشوف برضو بقى كمان بيعملوا ايه بقى ايه بعد الغداء التحلية بتاعتهم بقى شايفين هنا الشكل ده كده الكاز ده بقى ده اللي را سمعتوا الناس كتير قوي قاليت لي عليه ده مصد الحنك بيعملوا دقيق بمية او ضيق بسمن حاجة كده وبعدين بيزودوا عليه مية او لبن حاجة كده يعني كايت نس كتير قوي كتبت لي في التعليقات قبل كده في فيديو هي دي عبارة عن صد الحنك هما الاطراك مشهورين بيها يعني وبيعملوها كتير انا عمتا بيعجبني جدا ازواقهم في المطبخ شايفين اساسا يعني المطبخ عندهم يعني دي مش كبيات ولا ولا مجات ولا اي حاجة كده عادية حتى المنظمات شايفين ده كمان شكل المنظمات عندهم عامل ازاي المنظمات عندهم تفتح النفس يعني دي المنظمات للرز والمقارونة والعدس والفول عارفين بقى الحاجات دي كلها الخاصة بالمطبخ بقى البقليات يعني وتقدري تحط فيها كل حاجة هنا برضو بقى دي كده شكل زينة كده للورد زي رف ارفف كده مثلا بيتحط عليها رف فوق ورف تحت بتحط عليها مثلا ورد ممكن تحطيها في فروقنا عندك في الشقة تحطي عليها في واضح حاجة كده بس عمتا شكلها حلو هو انا الصراحة اللي بيعجبني في الاطراق قد ايه هم بيحبوا الحاجات البسيطة جدا بس الحاجات النظيفة والشيء جدا يعني مش بالقطرة عندهم يعني انت لو جاءت تبصوا عندهم ازاي ما احنا عندنا هنا في مصر بينجيبني ايش لا هم بيهتموا اكتر حاجة بالمطبخ وبحاجة المطبخ وبكميات قليلة بس حاجات شيء جدا منظيفة ده جدا اللي انا بحبه هنا برضو شايفين اسسا شكل القبيات القهوة القباية هنا زي ما يكون معاها صنية صغيرة يعني دي مش طبق القهوة لا معاها صنية صغيرة هنا برضو شايفين بقى التنظيم في تقديم القهوة القهوة معها الشوكوراتة بتاعتها معها كاس المية هم عندهم بيحب يحط المية في كاس وكمان بيكونوا حاطين معاها عارفين اللي هي الورد اللي بتاعت بيتعامل منها مية الورد هم بيجبوها كده وبيحطوا فيها دايما المية بيحبوها كأنها مطهر يعني للمية هنا كمان دي كده أشكال لمجات عندهم ما شاء الله حلوة جدا الحاجات دي برضو بتبقى أفكار بقى للعرائس اللي بتجاهز نفسها وكده أتمنى طبعا فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم طبعا الفيديو وتنسوش تكتبولي تحت في التعليقات وتحطولي لايك حلو منكم تشجيع للقناة وكمان بشكر كل ناس اللي بتدعمني وتقف جنبي وبتساعد القناة وبتكبر القناة بوجودها معايا واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلام ترجمة نانسي قنقر